شاب تشكيلة مثالية من وجهة نظرك يا زي البطولة والله يمكن اليورو زي ما اتكلمنا من شوية ان فيه لعبة كتير ما كانتش ظهرة بشكل جيد او اللي هي ما كانش متوقع انها تظهر بالشكل الجيد ده لكن زي ما اتكلمنا من شوية على اختياراتنا كان موجود فيها برضو جورجي برضو حارس منتخب جورجيا في حراس المرمى وقالنا ان هو اكتر حارس تصادر ما مرتش فيلي احنا عدنا حفاظه طول البطولة اسمه اسمه اسم المنتخب كله كان صعب وامريك لابورتو بصراح انا شايفه واحد من افضل لعبة اللي قدت في البطولة الحالية لعب نادي النصر السعودي ومارك جويه برضو مدافع منتخب انجلترا اللي دخل في البطولة مؤخرا بس اظهر شخصية كبيرة وطبعا كالووكر بصراح ادى بشكل جيد مع منتخب انجلترا ونسان اكي انا شايفه واحد من افضل لعبة اللي كانت موجودة وكان لو كمل مع منتخب ولندا كان هيقد بشكل جيد طبعا رودري كلمنا عنه كتير ويعتبر هو افضل لعب موجود في البطولة نجوله كانتي ادينا له حقه برضو لمين يامال ونيكو ويليامس دوله ممكن ابرز اتنين لعبة موجودين على الاطراف وبلينج ايام طبعا مع منتخب انجلترا وجاك بو انا خدته في حتة الهجور عشان تكتكامل اه انه كان يستحق انه بما موجود اي واحد مش هيحط فابيان رويس انا مش هاشتري او كمان بالمناسبة فابيان عشان هو خلق مكنش متوقع انه اتقلق بكل نروح لتشكيلة ابراهيم جاد هكون متفق مع شهاب يعني لما نجيب التشكيلة هنجيب لك التشكيل طبعا برضو جورجي مامار داشفيلي حارس فالينسيا الاكثر تصدي في البطولة هروح لباك الشمال هروح لفيردي كادوجلو زهير تركيا وفناربخشا عليه خناعة كبيرة دلوقتي جدا في المركاتو مارك جويهي بشوف النقطة المضيئة في منتخب انجلترا في البطولة على مستوى الاداء لعيب كويس جدا وبا ميكانو مع منتخب فرنسا بشوف انه مخدش حقه خالص من الاشهادة وستيفان بوش منتخب النمسا كان من اسباب تفوق النمسا والاداء الكويس جدا اللي قدموه رودري طبعا مفيش خلاف عليه وانا شوف فابيان رويز نقطة مهمة جدا وجزئية مهمة جدا في منتخب اسبانيا بعدها لمينيا مال طبعا هيكون موجود معنا أردى جولر عمل بطولة كبيرة جدا مع منتخب تركيا جمال موسيالة مع منتخب ألمانيا على الرغم ان البطولة مخدمتوش لكنه قدم بطولة كبيرة وهروح لجاجبه في خط الهجوم لان ما فيش راس حربة قدم ما يستحق انه يكون المهاجم فجاجبه عمل بطولة كبيرة نقدر نقطه كراس حربة وشوف ان لو كنت انا ممكن داني قلمه كنت ممكن احطه مكان جمال موسيالة لا داني قلمه بصراحة شايفه فرق جدا جدا هو فرق بشكل كبير مع منتخب اسبانيا رغم ان هو مدقش البطولة اساسي لكن كان جاهز وخلاص ممكن نعتبره لعب منشستر سيتي الجديد منشستر سيتي يعتبر خلاص هيدفع الشرط الجزائي وهنشوفه مع جوارديولا خلاص مش نائس منشستر سيتي